اشتركوا في القناة للأسف بعد إزهارها تبدأ النبتة بالموت تدريجيا ولكنها تترك الكثير من الخلفات هناك الكثير من النباتات وحيدة الإزهار مونوكاربك مثلا الإيونيوم سانبرست الذي بجانب الكالانكوي وأيضا الأغافي أو ذيل الثعلب هي من النباتات وحيدة الإزهار وأيضا أم الآلاف أو فك التمساح وهي التي ترونها الآن وهناك أيضا الإتشيفيريا أو الإتشيفيريا إليغنس هي أيضا وحيدة الإزهار ولكن النباتات وحيدة الإزهار كما أسلفنا تترك الكثير من الخلفات لذلك فلا خوف عليها من الإنقراض لذلك إذا أردتم الحفاظ على نبات وحيدة الإزهار لمدة طويلة قوموا بقطع أزهاره وهي طريقة صالحة أيضا مع نباتات السجاد أو الكوليوس والريحان كذلك دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله